عموماً إحنا من نشوف أنه انتقادات من الناس يمكن نعذر البيئة اللي جوا منها نعذر لكن أنا مدى أفهم شلون فنانات أو مشهورات من نفس الوسط انتقدوك وبطريقة حادة هاجموك شون تعاملت هذا الموضوع شون شاردتش يعني أكو كذا وحدة كذا رسم أنا صراحة قاموا أحسهم يصطادون بالماء العكر لأن داليا أصبحت تريند بهذا الموضوع فقامت كل وحدة عندها مثلاً كراهية أو ضايجة من داليا يعني هي الضوجة من داليا على شنو؟ على اللبس مدى أفهم هو مثل ما يقولون إحنا عندنا بالكلمة دارجة بالبغدادي خرق يعني إذا لبست ماركة أو ما لبست ماركة يعني سبحان الله هسا لو ألبس من أقل ماركة وبريند عادي هو أكو جسم لباس وحلو شيئاك ويعرف يختار قطعة بالنسبة لبعض المشاهير يعني يمكن هم يلبسون أكثر ويفتحون أكثر سواء بالعراق أو اللي عايشات من ضمنهم في دبي يعني حدث ولا حرج فأني ردي لهم ردي كان على الإنستغرام قلت ما تنتظرون مني أنه أرد عليكم أو أجاوبكم الرد اللي رح يكون هو فقط أنه أنتو إحنا دنمشي بالإجراءات لنرفع دعوة قضائية على كذا شخص أنت اثنين قلتين واحدة مقدمة برامج ووحدة يعني لا يمهى ولا قربها وكانت متابعتني على فكرة ولا يمهى ولا قربها اللي نشرتها أيضا هو شنو صار أكون نشيد أنه هو مو بس ثاني بالنشيد على فكرة هو أنت إذا تشوفه للفيديو فيديو أنه دا يمشون بساحة الاحتفالات الجيش العراقي وإحنا دا نمشي كذا وحدة عاني وراي بس للأسف الصورة ثبتت علي عاني بس هاي مقارنة بصراحة سطحية وتافة يعني هذا الشيء وهذا الشيء استذكرت المشاهدين قلت لهم أنا بمهرجان اللي فات أنا كنت لابسة مسترة إجاني تعليق وانتقادات وهمصر الضجة إنه شوفوا هاي اللبنانية مسترة أكثر منهم تعليقات هذه اللي إجتني يفكروني أنه أنا لبنانية أنا صح عايشة فترة طويلة وما شفت بغداد فترة طويلة بس أنا من أب وهم عراقيين طبعا يعني إذا أحكي لبناني فمو غلط أكوي عالم تبقى أسبوع لسانها يأخذ تحتي عاديا أنا 14 سنة ما شفت العراق وأني أتعامل مع الكادر اللي يشتغل معنا اللبناني 100% من مخرجين من إدارة من مصورين من مونتيرية من مهندسين صوت من كل شيء وتعرف أنت أغلب اللبنانيين يحتيون فرنسي وإنجليزي ويعني أول مدفوع طبيعي لجر تتأثرين أتأثر موسيقى موسيقى